وقوف مصر بجانب الأشقاء في فلسطين ليس جديد يعني هذه الأزمة ليست هي البداية هناك تاريخ طويل لدعم مصر للقضية الفلسطينية بدوافع عديدة لو حدك تكلمنا عن أبرز المراحل اللي مرت في دعم مصر للقضية الفلسطينية هي الحقيقة القضية الفلسطينية وغزة وفلسطين بالذات جزء اللي يتجزى من الأمن القوم المصري بحكم الجغرافيا والتاريخ ولذلك منذ الوهلات الأولى خالص من بدايات صبرة وشاتيلة وبداية سنة 1948 وكان للجهود المصرية أنجأرت بشكوها إلى الأمم المتحدة وسعد بشكل مكسف لإرسال بعثة من الأمم المتحدة للوقوف على ما حدث لجنة تقاصي حقائق وقامت بمجموعة كبيرة من الجهود بدأت بشكل استقلالي بعد علام دولة إسرائيل عام 1962 وكان المعني في هذا الملف وضع دستور لغزة يضع سلطات سلاسة يعني سلطة الشرعية وتنفيذية وقضائية ثم عرجنا بعد ذلك إلى مرحلة تتعلق بإصدار فكرة وجود دولة فلسطينية مستقلة ثم عرجنا بعد ذلك إلى قبول معاهدة أو مبادرة روجرس عام 1970 بعد أن تولى رئيس السادات الله يرحمه ثم هذه المبادرة كانت بتقوم على سلام بين الطرفين ثم قررت 242 بعودة اللاجئين واستقلال كامل للسلطة الفلسطينية وتقسيم فكرة الدولتين خدت فترة من الجوالات حتى عام 1979 و77 بدأت مفاوضات السلام تفاقية كامب ديفيد وبذلت فيها مصر جهود غير عادية إلى أن تم الاتفاق على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت الخضية الفلسطينية حاضرة في كل مفاوضات السلام في كامب ديفيد وبتصرحات وبوسائق موسقة في هذا الملف بعد ذلك عام 1982 الرئيس مبارك الله يرحمه كان تولى فكرة مبادرة وجود مبادرة قوية وهي الأرض مقابل السلام وفكرة حل الدولتين وتطبيق القرارة 343 و242 الخاص بالعودة اللاجئين وقف الاستيطان تصفية الاستعمار وما إلى ذلك وانتهينا إلى مجموعة من المراحل بدأت مفاوضات أسلو ثم اتفاق غزة أريحة لكن بعد كده دخلت القضية الفلسطينية في انشقاق ما بين فتح وحماس هدية الأمور شوية لغاية لما بدأنا في المرحلة الحالية دي أبرز المحطات طبعا كتير يعني مصر كانت وراءه 242 قرار من الأمم تحدى مصر كانت وراءه 186 قرار من مجلس الأمن يتعلق بالقضية الفلسطينية وقربها حضرتك القرارات الصدرة من الجمعية العامة برفض فكرة نقل الصفارة الإسرائيلية إلى القدس الشرقية وشوفت حضرتك عام 1918 جهود المصرية قد إيه سواء كان في مجلس الأمن وطبعا الفيتو حال دون عدم الاعتراف لجان الجمعية العامة اللي بأغلبية بأغلبية صاحقة استطعنا أن نحن نحول دون صدور القرار بنقل الصفارة من وإلى أو إدانة هذا الأمر اشتركوا في القطع شكرا